هذا ويوصل مطار العريش استقلال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية حيث يستقبل المطار الطائرة الإغاثية العشرين من الجسر الجوي الكويتي محملة بعشرة أطنان من المساعدات وكذلك الطائرة الإغاثية السعودية السابعة وطائرة مساعدات أردنية محملة باثني عشر طن من المواد الغدائية كان المطار قد استقبل بالأمس أربع طائرات مساعدات من السعودية والكويت وقطر والإمارات